نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريراً ضمن سلسلة أين كنا وكيف أصبحنا بعنوان القطاع المصرفي مؤشر قوة وصلابة الاقتصاد تضمن التقرير إنفوغرافات تسلط الضوء على صمود هذا القطاع أمام الأزمات العالمية وتحقيقه مؤشرات ونتائج قياسية وذلك بعد تسع سنوات من السياسات النقدية والمصرفية الفعالة ورصد التقرير التغير الإيجابية في الرؤية الدولية للقطاع المصرفي المصري حيث أكدت وكالة فيتش أن أسعار الفائدة المرتفعة والاعتماد على سندات الخزانة توفر مصدراً مستقراً نسبياً للربحية للبنوك المصرية متوقع تحقيق نمواً قوياً في القطاع المصرفي خلال العشر سنوات المقبلة